اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل الاربعاء المفيد والكلام المفيد وعمدنا في الاعلام الاستاذ مفيد فوزي شرفة ونور الاستوديو مساء الفل والجمال اذا كنت لابس المسك انا مستغرب بصراح حبيت اقول للناس ان المسك يجب يبقى موجود لان الوباء لم يغادر اه صحيح ولابد من ذكر هذه المعلومة لا ده انا عايز اقول لكم حاجة اضافية اه ان الاستاذ مفيد متلقح نعم يعني خاد الحمد لله اللقاح فده كان ادعمه يقلعه ومع ذلك هو ملتزم التزام كان الجرائتين اه ومن الممكن اخد جرعة تالتة يسموها تنشطية مظبوط في حالة السفر مظبوط اللي عايز اقول لها عدريتك عليه انه وزارة الداخلية في سلسلة ما يحدث من صحيان حقيقي ويقصة اريدت خبر على الشاشة عندك وانت بتتكلم اه شفت تساعة تلاف تمنمية وعشرين واحد مش لابسين المسك تم ضبطهم تم ضبطهم طبعا بيدفعوا غرامة طبعا واذا ما كانش فيه غرامة تبقى فيه على طول حاجة اسمها النيابة اه طبعا وفيه ناس عندين عناد على انهم يتلقحوا ياخذ اللقاع دي حاجة غريبة جدا مش فاهم يعني حد جايله اللقاع لحد عنده ورافض ده النهاردة انا قالت خبرت الصبحية برضو ان السيدة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد قالت ان حيبقى فيه اجراءات عقابية للموظفين الممتنعين عن اخذ اللقاع في وزارة الصحة في وزارة الصحة لبسهم نعم صحيح صحيح عايز اقول لك اعتمر حاجتين مهمتين جدا فضل يمكن الناس ما اخذوش بالهم منها لكن هم تصريحين التصريح الاول يقول انا بقولها بالنص الزيادة السكانية تعرقل تحسن الاحوال المعيشية عبدالفتاح السيسي صحيح التصريح التاني طب لسه خلينا في الاول لا هقولك التاني طيب فضل التاني التعليم وربطه بسوق العمل حقيقة الامر هذا تصدير يعني التصريحين يصدراني صح يصدراني مليون في المئة عن رجل مؤمن بعمق بجودة الحياة ولديه الفطنة المستقبلية صحيح صح مليون في المئة تفضل الجزء الاول اللي قاله السيد الرئيس فيما يتعلق بزيادة السكانية اه اقولك رقم مرعب نعم لسه معلنوا الجهاز المركزي للتعباء العامة والاحصاء نعم مش فاكر ينبارح اول ينبارح اه من غير ما تتخط نعم في خمسين يوما نعم في خمسين يوما يعني كان من ناش شهرين زدنا ربع مليون نسمة نعم جاني الخبر والكسف تقوله الكسف اه قلت ايه مفيش داعي اننا وانا بقول التصريع بتاع الرئيس اصدقرين ده اقول الخبر لا بالعكس دقرين ده رئيس انما دفاكت دقرين ده حقيقة الزيادة السكانية الرهيبة دي هي اللي بتلتهم جودة المعيشة نعم كل ما تزيد سكان كل ما مستوى الرفاهية والخدمات لان هما في النهاية تورتة قد كده بتتوزع علينا نعم هي تورتة واحدة هتتوزع على خمسة فكل واحدة هاخد لصيب كويس هتتوزع على عشرة لصيب أقل هتوزع على مية كل واحدة هاخد فتفوتة صحيح فللأسف مش عايزين نوصل لمرحلة الفتفيت عشان كده أنا بقول يا رئيس لابد من الحوار المجتمعي يا رئيس لابد ان المجتمع طبعا بأسره يبقى مدرك الحقيقة يعني نشغل بالقضية دي يعتبرها القضية رقم واحد يعني نشغل بالقضية دي ايوة عجبني قوي التعليم وربطه بالسوق طبعا مهم طبعا مهم احنا محتاجين ايه احنا محتاجين لوسطة على فكرة اكتر من مهندس مصبوط محتاجين الناس بتشتغل باليد باليد صح يعني احنا الهي محتاجين نعم ومش عارف ده ينفع ولا يا استاذ مفيد نعم زمان لو تفتكر حضرتك قبل ما كانوا يسمعها الثانيوية العامة كان اسمها التوجيهية التوجيهية بالزبط بالزبط وانا مش عارف الحياة كان سمعتها مسببينها التوجيهية ليه اه لانها هل هي بتوجه يعني مشوار الى الجامعة او الى التعليم الفني بس انا في رأي انه مقح وجنا الان الى التوجيهية والى التعليم الفني حاجتين بقى رئيس اه التعليم الفني اه مهم جدا 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 والاي تي تمام اللي هو تكنولوجيا المعلومة تمام هو ده العصر الجديد ده صحيح لازم شبابنا ده صحيح يتسلح بهذا النوع من التعليم نعم لانه المستقبل كله نعم عبارة عن اي تي وتكنولوجيا نعم صحيح انا في رأي انه بس قبل ما تكمل لانا عندي ديك مش عارف ازاي اه اه يعني اجلناها اقول ده الرئيس امبارح قال تصريح انا اسعدني جدا 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 لانه صب مباشرة في الشغل اللي حضرتك وانا بعمله بقالنا سنة ونوش شفت الوعي انا كنت في منتهى السعادة لما سيت الرئيس طلع ووجه بقى مش جاه معانا قالك الحكومة والدولة والجهات كلها عليها ان تعمل على رفع منسوب الوعي تمام لانه قضية وطن انا اشتغلنا فيها سنة ونص سنة ونص سنة ونص كان كل مرة المنصة دي نعم بس عن الوعي ورفع منسوب الوعي بالزبط 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 تتزوجينا فنانا فان نصف حياتك عذاب والنصف الاخر سعادة تعليق يوسف ابريس الكرة نعم في حوار معي يا من سنة ونصف حياتك سعادة والنصف الاخر تأسى بس هو الحقيقة هي هصلها زكاء من يوسف ابريس لانه ياما ستتزوجين اي مني ادم نصف حياتك عاربة بس بالنسبة للفنان طبعا انت بتتعامل حالة خاصة الست بتتعامل مع شخصية مختلفة حالة خاصة حالة خاصة حالة خاصة بس الحقيقة بقولك هي فيها لمحة زكية بالنسبة ابريس لان اي ستة جاوز يا راجل هتشوف الويل وحتشوف السعادة طبيعي عايز اقولك ان يوسف ادريس انا بس عايز اتبضل حركت اقول للمشاهدين قبل الكواليس اتبضل في رأيي في دور لا علاقة بالوعي اتبضل حركت اقول للشباب الصغير من هو يوسف ادريس اه لانه قيمة كبيرة وانا اخشى ان في حد دلوقتي بقعد من الشباب جنب امه او ابو بيقول مين يوسف ادريس ومن اللي بيكلموا عنه ده صحية فلا يوسف ادريس يوسف ادريس احد الكتاب العزام الذي يعتبر امام القصة القصيرة يا سلام نعم امام القصة القصيرة مش عايز اشك وفي يوم من الايام انتقد الناقد الكبير لويس عوض طبعا لازم اقول ان لويس عوض ده احد ائمة النقد في الزمن القديم طبعا انتقد يوسف ادريس ازاي قال له انت لما القريحة الزهنية بتاعتك كقصاص بتنضب تلجأ للمقال ياه اه وهذا حقيقي يعني لما كتابة القصص تعتل تعتل يكتب المقال فرد يوسف ادريس قال له يا دكتور لويس عوض انا يا قائم مقام الكلمة ولست ادري سر اختيار الردبة العسكرية في هذا المعنى قائم مقام الكلمة اه انا قائم مقام الكلمة هو خد يعني لو انا فهمت صح هو الدكتور لويس كان ساعتها بيقول انه عبقرية يوسف ادريس اه في القصة اه وانه يمكن المقال ده بيعمله بشكل عادي ومش موهوب فيه اوي يمكن ده لكن عايز يقول مثلا اه هو فحب يدافع اه يوسف ادريس عن انه الكلمة بتاعتها توسف ادريس راقية في اي مكان سواء كانت في القصة او في مقال وغير انها راقية انها في صلب المجتمع مثلا اه زمان حضرتك تذكر في حاجة كانت موضة غريبة اسمها مجويش اه طبعا هو الذي كتب مقالا عظيما تمجوشوا يا عرب يا سلام اه يدعو العرب انهم يجوا مجويش صحيح تمجوشوا يا عرب اه طب ايه الفرق ما بين احسان عبدالقدوس ويوسف ادريس اه احسان عبدالقدوس كاتب رواقي دلفة الى باب السياسة من حيث لا يدري من حيث لا يدري نعم والاستاذ هيكل دلفت يعني دخل دخل اه راح شو يعني والاستاذ هيكل لما سألت هو انت لازم تحط الاستاذ هيكل في ايه انا ما سألتكش لا والله العظيم لا والله العظيم لا صحيح بس الاستاذ مفيد لازم يحط بجملة مفيدة طبعا استاذ هيكل قال انه احسان عبدالقدوس روائي وليس كاتب سياسي يا سلام فانبرى محمد عبدالقدوس ابن الاستاذ وكتب له انه من الذي اوجد ما يسمى بالجو الذي ماه هذا لصورة 23 يوليو انه احسان عبدالقدوس انه كتب عن حملة الاسلحة الفاسدة بس عبقريد احسان عبدالقدوس الرواية الرواية يعني طبعا زي ما حالك اتفضلت انه هو ذهب الى بعض الهبور السياسية لكن عبقريته كانت في الرواية الاجتماعية وخصوصا نفسية المرأة نعم كان عبقري في تجسيد المرأة ومكونات المرأة والحديث من اعماق المرأة هناك كان تنافس ما بين احسان عبدالقدوس في فهم المرأة ونظار قد باني في فهم المرأة طبعا يقال ان احسان فهم المرأة المخملية ولما اقول المخملية اي بتاعت النادي انت بتزدقني زنقات صعبة قوي هو يقولك كلمة ويسيبنا اللي بقى عدت في حيث بيست ترجمها لا 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 المخملية النعمة النعمة بالسطط النعمة دي تعبير دقيق النعمة على فكرة ربنا يخليك رومه هد شوية على شيكبالا ولو سمحت خلينا اقولك مشاعري تجاه شيكبالا فضل انا لست معنيا شديدا بالكرة المصرية لكن انتمائي تصادف انه تبقى اللي بيلعب فاروق جعفر فيه هو نادي الزمالك فصرت احب نادي الزمالك ثم التقيت بمرتدى منصور وفهمت او ادركت قد ايه مسيطر على نادي الزمالك بقوة وبنجاح ايا كان ملتدى منصور كان اه عندما كان شيكبالا حالة خده زي ما هو انا احب جنونه ولا اتعاطف مع مروقه او لا تاني انا احب جنونه ولا اتعاطف مع مروقه صح عملتلكو حفلة استاذ مفي صح شفتها حصل شفتها عملتلكو تأرير وزا مالك يا قلبي بخطين حمرو عملتلكو ليلة بيضة كانت روح الحياد تموج الحمد لله بس المروق اللي عنك قلت اللي هو التلفظ باهانة تجاه كيان اخر وجماهير كيان اخر ده شيء اعتقد حاجة ترفضه قبل مني هو حالة هو مين حالة والحالة دي خدها ببنونها ومروقها مش انت لسه ايه ولكن ايه ما انا بقوله ماشي ما انا بقوله ولكن يحتاج لحد يقوله في ودنه التعامل مع الجماهير ليس بهذه الصورة بس قوله انت رسزبه بس اذا كنت املك اننا اقول لا تملك طبعا انت اعلام كبير عايز اقولك الفنان موقف الفنان موقف طبعا انجينيا جولي الممثلة بتعمل ما يمكن ان يكون عشان تزرع على السوشيال ميديا الاهتمام بالمخلوق الافغاني المعذب بعد ما جرى في افغانستان انا بس تشعر ان الموقف ده موقف جميل ويدي لك شعور يفكرك بناديا لطفي زمان عندما كانت ناديا لطفي تنبري وتؤازر القضية الفلسطينية بل بالعكس وقفت تستنى العائدين صحيح والحقيقة يا استاذ مفيد انه طبعا ناديا لطفي لها مواقف انسانية وسياسية محترمة جدا بس زي ما حالك تفضلت هو الفنان موقف نعم وعشان كده ما بتبقاش بتيجي اعتباطا يعني انجلينا جولي مش اول مرة تعمل كده صحيح انجلينا جولي من يوم ما اشتهرت نعم وهي تقريبا مسخرها حياتها لخدمة الانسانية وبتنزل افريقيا افريقيا تنزل للدول اللي فيها مجاعات ونقص تغذية وسوء تغذية وتعمل لهم حملات وتصرف من جبها ملايين الدولارات في مقابلهم ومرة حملت حملة عن الحيوانات النافقة اللي مش عارب فين ومرة بصراحة هي فن وانسانة بمعنى الكلمة خلينا ضيف كلمة تفضل ورقي جدا لان الرقي الرقي الانساني بعتقد هو الاسلوب الحسنة عندك موقف في الحياة وجهة نظر تسمح لي اقول ربنا يبارك هو اللي حركت تسمح لي تفضل قبل ما نبارك قول مش عارف حمارك في ايه بس هقولك ربنا يبارك ويزيد في العقد اللي عملوا نجمنا المصري العالمي اللي هو 200 ألف سترليني في الأسبوع محمد صلاح بس طيب عشان نبارك تعالوا نروح للفصل ونرجع بعيون بردة على حبيبنا وابننا محمد صلاح أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفصل وتوقفنا قبل الفصل مباشرة عند الخبر اللي عنا له أستاذ مفيد أنا على الممو معني بردة وبقولها بمنتهى الفرحة بعشبه أستاذ مفيد كان بيقولي الخبر والرقم بأنهي تمنيت أن نكون موهوب في الكرة ما تتضايقش لا أتضايق من إيه يعني يريتني أنا يعني موهوب نص موهبة في الأدب في الكتابة في الحوار أي عاجة لكن إنت هنا بتتكلم بعيدا طبعا عن فرحتنا بنجمينا محمد صلاح وأنهو يستهل الدنيا كلها وأنه أكبر صفقة في عيات ليفرقول لغاية سنة 25 طبعا بس هو بالمناسبة أنه الكلمة المسلس مفيد سواء عن الأرقام أو كذا ده العرض اللي عرضه ليفرقول صلاح لسه موقعش لسه مجدتش نعم لكن ده العرض اللي عرضه ليفرقول على محمد صلاح من أجل التجديد لتلات مواسم أخرى لـ 2025 كام كامل مبلغة ما بقولوش لايه ما بقولوش ستة مليون مصري في الايه في الأسبوع طيب يعملوا ايه دلوقتي في الغلل اللي احنا في ده يستهل فيه ستة مليون مصري آه يعملوا ايه صحيح في الغلل اللي انت في دلوقتي مش 6 مليون مليين لا 6 مليون جنيه يعملوا ايه في الغالة اللي احنا فيه يعني قصدك تقول انه قليل قصد ان حلال عليه ويصرفهم في الخير وعلى صحته وعلى أسرته وعلى جماله على فكرة انا وانا بقول ده بقوله بفخر المصري اللي فيه مصري في العالم في ليفربول هيتقاد هذا المبلغ صح ده احساس كبير وتمنيت لو كنت مهوبا في كرة القدم ايو 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 ايمن يونس مش فيه ايمن يونس هو انت قديم شوية بس يا استاذ مفيه جمال عبدالعميد برضو قديم اوي استاذ مفيه ايو سام حسن ماشي ما انا معرفش انت توقفت متابعة كرة عند الجيل ده الى حد ما انا معرفش غير مروان اللي انت قلتيني عليه مروان محسن مش كده اللي هو الاهلاوي اه هو الاهلاوي اه هو مروان محسن يعني انت قلت ايه مديونس جمال عبدالعميد وبتاع وقفت عند النقطة دي واللي بتابعه في الجيل الحالي مروان محسن ايو لانه برضو يعني مهم اه ومهم ماديا ومهم طبعا كل الناس اللي هي الاحترام عندهم تسمع لي اقدم لك بعض صور يعني يعني مش عايز او اصبر او لا 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 ما هو طبعا انا لو كنت اه 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 انا معرفش مثلا مين اللي هما المعلقين بتوع الكورة الان الا الا انا بشوف صورهم بس اه لا فيه طبعا ما بقاش زي زمان كان زمان نجوم تخد طبعا تكلم على ميمي الشربيني نعم وزيور ومحمود بكر الله يرحمه بتاع كوب بيت الشاي والبلكونة بالزبط وطبعا ابو التعليق الرياضي كابتر لطيف كابتر لطيف كابتر لطيف وابنه رياضي ابنه معلق ومعلق رياضي اسمه خالد لطيف كابتر خالد لطيف اه اه فيه طبعا مجموعة التي من الموهوبين الموجودين على الساحة بس لسه طبعا من قدمه مشوار لحد ما يبقى زي لطيف وزيور والشربيني وابكر وكان فيه عفة بتاع يا السلام ما عرفش اسمه يا السلام اه بالزبط كابتر عفة يتكلم كده اه يا السلام كله لما تيجي زي بتاعة ينهرب بس دي بالزبط اه ينهرب يسلام كابتر عفة الفكرة عند قدرة جميلة على التأليد بجد؟ طبعا لا انت مش مدركها وإلا إذا كانت يعني التأليد صبعات كرة يمكن يمكن لا أنا بعرف أخد الملامح الرئيسية لأي شخصية للشخصية ها بتعرف تأليدني؟ لا لا إنه مش هقدر يسبب ها التأليد لازم وانا آسف يعني طبعا لازم يبقى فيه جانب ساخر جانب ساخر ساخر ها التأليد ها جزء منه ها إن أنا باخد حاجة من عندك ها وأضخمها ها وأضخمها فلازم أعمل فيها جانب سخرية شوية يعني لو آآ شفيفة كبيرة مش أنت فاهم كذا ها ما جرسمهم لازم أرسمهم عاملين كده بالزبط لو أنت بتعمل حاجة بصوتك معينة هو كاريكاتير بس ناطق بالزبط فلو أنت بتعمل حاجة معينة لازم أضخمها قوي 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 ها عشان الناس تتأكد إنها طالعة منك ها فلازم هيبقى فيها سخرية وأنا لا أجرم إن أنا أسخر بيتكلم إزاي الراجل يقول آآ يا السلام السلام اسمح لأصحابك للأرشيف أرجوك أرشيف الأستاذ مفيد آآ وكله كنوز ونوادش هذا الرجل اللي هو على الشاشة هتشوفه آآ رجل عجوز بيلعب بالكرة عجوز آآ ويلعب بالكرة لعب غريب الشكل يلا يحمل توقيع الزمن وكأنه شاب نعم طب إنتوا عرفتوه أيوة هم نفسهم مش عارفينه لا 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 رجل عجوز رجل عجوز فعلا عندك صورة حد عجوز اللي بيلعب بالكرة في كرة معاه أيوة ما تشوف يا عمال عندك صور عجوز في كرة حاط ثانية واحد ثانية واحد حاضر عجوز يلعب بالكرة آآ بيعمل لنا متحايا إنه أستاذ مفيد عجوز يلعب بالكرة لسه طب ما علش طب أديني عارف زي العرستي آآ الفزورة يبدو أنه يعني على مدخل السبعين على مدخل السبعين آآ وهو رجل أجنبي طب هو لعب كرة لا 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 أبدا مش لعب كرة لا 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 أبدا إنما واضح أنه يجيد يجيد الترئيس والترئيس فكرة تانية تعمل حاجة حلوة في صنعتك آآ في حد بيرقص حد في الإعلام وفي حد بيرقص حد في الكرة وفي حد بيرقص حد في الصناعة فهي الترئيس بتتقال على إنه حد أسطى في ملعبه في ملعبه صح صح لقيتوا اللي بيلعب كرة دا ولا نغش على بعديها هي دي كانت من من كنوز الأسبوع اللي فات لا 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 ده هم ستة أنا عملهم على أساس طب عليش عدي دي الحد ما يجبوها لأنه حاضر الزهر الكرة ضاعت حاضر شط الكرة بعيد بقدم صورة صورة عائلية ابنة أشهر من قرأ نشرة أخبار على شاشة التليفزيون هالة أبو عالم ياه صورة بنتها فرح ياه نعم دي فرح دي فرح آه يانهرب يدع الزمن آه ومين اللي جنبها دا؟ مين اللي جنب فرح؟ مفيد فوزي يانهرب يدعش نعم طبعا دي فرح آه طب قولي الأول اللقاء دا حصل إزاي أو كلواليش كنا في زيارة للأساس الهالة أبو عالم آه وأحمد ناصر تمام ثم دخلت هيفاء فأنا بصت كده لأنها شباب انت عارف الشباب لما يبقالوا ده مجازن دفقت مزبق آه فأنا لما بصت كده قالتلي انت عارف دي مين؟ قلتلي لأ قلتلي دي فرح بنتي يانهرب يد قلتلي هيا فرح فأنا بصتور معك يا أمتل دي ايه فرح تلقتي؟ ما نتلكش يا في سنة كم أو عندها كم سنة؟ لا ما عنديش فكرة يعني ما دخلتش ما دخلتش فرح ما انت عروسة هبس من الله اني ما اعتقد انها شابة اه بقت عروسة انت عارف يا أستيس مفيد؟ ان انا اخر مرة شفت فيها فرحة كان عندها ثلاث سنين أو اربع سنين يا يا ده كانت ده وكان في المنزل عند اختي وصديقتي وعشت عمره العالمية هل أبو عالم وصديقي واخوية كمان الكابتن احمد ناصر تمام لانه كان في صداقة اسرية تجمعنا لسنوات طويلة جدا تمام وانا وهل أبو عالم تزاملنا سنوات طويلة جدا سواء في قراءة النشرة ايوه نشرة تسعة او في تقديم برنامج صباح اخر يا مصر تمام وعايز اقولك ان احمد ناصر كمان حد من الناس الجمال دلوقتي وطبعا ماسك اتحاد الرياضي من الالعام اللي انا مفهمهاش نعم السيكاليون السيكاليون الخماسي الحديث الحاجات الصعبة دي بس هم اسرة جميلة وعائلة جميلة وفروحة دي بقولك اتعطى على حجري المهزب احمد ناصر اه جدا فرح دي كتلة من العيوية الان لا انا بشكرك ان انت فكرتني بصداقة العمر اه صداقة العمر لقيته الفيديو بتاع كرة طيب الحمد لله الحمد لله وصلنا ارجوك انك ترقبه وتشوف الى اي مدى هذا الرجل بتحرك اتفضل اه ورجل فعلا يعني ممكن يبقى في السباق اه شفت ايه ده ايه ده ايه ده اه تخيل وهو ليس لاعب محترف أو شيء من هذا القدر بس غريب خلاص تمام يعني موهبة ظلت طريقها لكرة القدم عشان كده قلت لك لا يعمل توقيع الزمن آه صحيح وبسم الله مش هزام حاجة تفضلت إنه في السن ده المفوض يكون بيحرك رجلهم العافية تمام شباب ومهارة وأداء لو إيه والمفاصل خلاص تعبت لا مفاصل إيه ربنا دينا صحة إحنا الحمد لله يعني بس لا فعلا وإنا بشكرك اللقطة دي لقطة لكل الناس إنه الصحة والتمسك بالحياة ملو سن العافية خلينا اختر المعنى الأدق اللي أنا بحسه طبعا أنت تعلم جيدا إن أنا الآن أحيا في بنوار الزمن ورزق من الله أنني ما زلت أتخاور وأوقف أتكلم لا خلاص أنا أنا ولم تصدق ذاكرتي خلق بانا ربنا يحافظ لك عليها ربنا يحافظ لك عليها ربنا يحافظ لك عليها ربنا دي كنزك ورزقك ونعمتك كنت عايزة أقول لك إنه أنا عملت دماغ بالكلمة أنت قلتها العافية العافية صح صحيح عافية يا على دقة والسوادة صحيح صحيح عايزة أقول لك إنه نادية لطفي قبلت كمان الملاخ في مكان الماء كويس والتنين كانوا متخصمين متخصمين فتصادف إن القعدة بتاعت نادية لطفي جد جنب كمان الملاخ زل كمان الملاخ صامتا يمكنك الناس كتير ما يعرفوش شكل كمان الملاخ زل كمان الملاخ صامتا وزلت نادية لطفي صامتا ولو تاخد بالك قعدة يعني مدياله الكتف الكتف في الكتف مفيش حميمية في القعدة ولكن نادية لطفي في شخصيتها فيها حاجة غريبة جدا بس برضو بص الدحكة بص الدحكة الابتسامة اللي هي فيها مغزة هتستغرب إن نادية لطفي الابتسامة دي بقيت ضحكة كبيرة والتفتت إليه وقيت له هو أنا متخصمين ليه تصدى أنا كنت حاولة كده إنه القعدة بطريقة النظرة والابتسامة الصمارة العلماء توحي إن حد ناوي يعمل السيدانيو ده هي اللي عملت ده أنا متخصمين ليه هكذا لا أعيز أقولك هكذا كان الزمن وخيركم من يبايدن بالصلح بالضبط بالرابط بالرابط سميرة سعيد في البدايات شوف صورتها أشوف صورت سميرة سعيد في البدايات يلا سأسيبك بس من ده كنوز يابني حبيبي اللي حد تطلعوا مفيد ده كنوز بندفع في الفلوس وشوف زوج إيمان ثانية واحدة بس دي بداية الفنانة الكبيرة سميرة سعيد أول ما جاءت نصر أه قبلت عبدالحليم حافظ أول حد صح وسمعت وصوتها بس أنا عايز أقول لك حاجة نعم تغيرت فيما بعد طبعا والله تسدها مش قوي مش قوي يعني عايز أقول لك أنه هي بسم الله من شاء الله بسم الله يمكن برضو ربنا عطيها العافية طبعا كبرت دلوقتي عن الوقت اللي احنا بنشوف صورتها في ده بس لا يعني محتفظة بكتير من حيويتها ونظرتها وشبابها وعنيها عنيها يعني عبدها عينين أخزها عايز أقول لك خبر مؤسف صديقتي اللي هي في ألمانيا مين سينا إيمان إيمان الممثلة الفنانة الفنانة اللي غنالها عبدالحليم حافظ أنا لك على طول صح صح حتوصولتها بس علشان نعم نعم ناس تعرف مين الفنانة إيمان لأنها برضو من الأجيال العظيمة في مصر كانت كرمت في مصر صح وأنا في الأثناء التكريم وهي بطل التمثيل بدري مش كذلك بطل التمثيل بدري بطل التمثيل بدري عشان الجواز عشان الزواج أحبت ماكس شلارت أحبت إيه؟ ماكس شلارت الألماني اسمه كده المواطن الألماني نعم ماكس شلارت نعم الذي مات في الأسبوع الماضي ده ده أشبه بنجوم تحس إنه نجمه هليود أو رجل عمال كده عامل زي الكبار بتوع العالم مات ماكس شلارت في الأسبوع الماضي وترك إيمان صحبة العمر طبعا بنتوجه ورز العزاء للفنانة الكبيرة إيمان والرجل الذي من أجله هجرت الفن وهجرت التمثيل ده كده دي عشتة عمر طويلة قوي مع بعض بسم الله مشاء الله طبعا ولهم أولاد أكيد ماكس الصغير وليلة صغيرة تفتكر إمتى كنت تتمثل الفنانة إيمان لا التواريخ بتروع مني يعني احنا بنتكلم مثلا على عملت مع عبد الحليم نعم عبد الحليم كان مثلا أنا لك على طول دي بسا إيه سبعينات تقريبا آه بالذكر هي اعتزلت سبعينات آه يعني لكن عاشت فترة طويلة معه يعني بقى لها خمسين سنة معتزلة الفن آه ولا تزال تتمتع بنفس الصحبة والحيوية بجد نعم بسم الله وهي لسا عايشة في ألمانيا نعم عايزة أقولك صورة أخيرة أخيرة الحجازي دكتور عبد العديس حجازي آه رئيس وزراء مصر ناس ما شايفون كما تعرفوه شيء أجل بحضرته وآسف تقولك وهيكل كمان لا من خير آسف أنا خلاص بقيت متوقع آه ودكتور ملات حنة الذي كرمه الرئيس السيسي أي وذكر أنه كتب أحسن مقالات أعمدة المجتمع السبعة يا سلام هم مع بعض هم قاعدين هيكل قاعد مع عبد العديس حجازي وفي وجود الدكتور ملات حنة اللي بيكلمهم نعم كل واحد فيهم هرم نعم كل واحد فيهم هرم نعم في مجاله طبعا نعم طيب نكتفي بهذا القدر من الكنوز ويبقى لنا أنت تتعاشى السعكان غالبا أفادم بتتعاشى السعكان لا أنا ما بتعشاش أنا بتغدى بتأخر أه برافو عليك كويس لا لا مش برافو عليك مش حاجة حلوة أه يعني أنا لسه هتغدى بعد ما نخلص أه وده يعتبر غدى وعشا أه أنا بفتر بالضهر ووجبة واحدة بعد البرنامج جميل تسمعني أقول للإنت أرجوك جعلت قولي معلش أنا آسف أمري جعلت قولي هو إيه علاقة الغدى بالعشا بالجعلت قولي أبدا معلومة آه جت كده أبس جب كده جعلت قولي اعترافا بما أشعر اعزف اللامين تفهم مراضي جعلت قولي اعترافا لحالي اعزف اللامين تفهم مراضي بقره هشرح لكله ربنا أحيانا انتحدث SAY انتحدث ترجمة نانسي قنقر